اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ان مثاق العمل الوطني شكل علامة بارزة في مسيرة الوطن المباركة مشيرا الى انه منذ اقرار المثاق حققت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رصيدا متميزا من الانجازات ويجب ان نبني عليها مساعي التنمية ونجاحات المستقبل لتعزيز مكانة البحرين على كافة المستويات واشار سموه الى اهمية مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية للاستثمار من خلال جثب الاستثمارات في القطاعات ذات الاولوية تنفيذا لمبادرات التنويع الاقتصادي مضيفا ان الانجازات التنموية يصنعها ابناء الوطن بكل عزيمة وارادة وتضاف لرصيد منجزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه اننا نتطلع لان تستمر الجهود متضافرة لتحقيق المزيد نحو تعزيز تنافسية مملكة البحرين وجعلها تواصل تبوء المراكز المتقدمة مضيفا ان الاستراتيجيات والخطط المستمرة التي هي موضع تنفيذ فريق البحرين اسهمت في ان تشهد او نشهد نموان متزايدا للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وكافة هذه الجهود بالتعاون مع القطاع الخاص ندفعها لان تتواصل من اجل ان تبقى البحرين في الموقع الافضل كما عاهدناها دائما جاء ذلك لدى ترأسي سموه حفظه الله اليوم اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امنة وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير البالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية حيث تم استعراض إنجازات مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2023 وأهدافه للعام 2024 إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية العالمية وسبل استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في رفض مسار النمو الاقتصادي المنشود وأشار اسموه إلى أن الفرص الواعدة التي يخلقها فريق البحرين أمام المستثمرين إلى جانب الجهود المتواصلة في تطوير المنظومة التشريعية المرنة الداعمة لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني أسهمت في استقطاب الاستثمارات إلى المملكة متجاوزة على أهداف الموضوعة لها مواربا عن مشاعر التقدير لكل الجهود المتميزة التي يبدلها فريق البحرين للوصول إلى التنوى الاقتصادي المنشود بين مختلف القطاعات بما يعود أثره إجابا على خلق المزيد من الفرص النوعية لأبناء الوطن ويعم خيره على الجميع كما عرب سموه عن الاعتزاز البالغ بما تحقق من إنجازات تنموية على صعيد خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 في كافة القطاعات مضيفا أن مملكة البحرين سجلت قصص النجاح في مسارات تعزيز التنمية الاقتصادية وخدمة المواطن وتمكنه وخلق الفرص الواعدة أمامه في مختلف المجالات وفق مبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وإنما نراه اليوم النتائج طيبة تعكسها بجلاء المؤشرات الاقتصادية وغيرها من المؤشرات الإيجابية تجعلنا مطمئنين بأن الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين ستحقق المزيد لصالح الوطن والمواطن وتوفير الفرص الواعدة أمام أبناء مملكة البحرين الكرام وأشر سموه إلى أن لكل مرحلة متطلباتها والمرحلة المقبلة تتطلب عزما من الجميع وبذل مزيد من العطاء للبناء على ما تحقق من نجاحات وصولا لإنجازات أكبر وأشمل لتكون البحرين دائما كما أرادها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعى نموذجا حضاريا رائدا في شتى المجالات وخلال الاجتماع استعرض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ما تم تحقيقه ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي حيث بلغت قيمة الاستثمارات منذ أطلاق خطة التعافي الاقتصادي في 2021 ما يزيد على مليارين وثمانمائة مليون دولار أمريكي متجاوزة هدف الأولوية الخاصة بتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي باستقطاب استثمارات بقيمة تفوق مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي بحلول عام 2023 كما استفاد تسعة وعشرون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين مواطنا من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها في عام 2023 بما يزيد على ثمانية وأربعين في المئة من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف عشرين ألف بحريني سنويا حتى عام 2024 فيما تم تدريب أحد عشر ألفا وثمانية وسبعين مواطنا خلال 2023 بما يزيد على أحد عشر في المئة من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب عشرة ألاف بحريني حتى عام 2024 كما تم الانتهاء من تنفيذ اثني عشر مشروعا ضمن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وسجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 6.6% بالأسعار الثابتة خلال العام 2022 محققا أعلى نسبة نمو منذ عام 2012 متجاوزا بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة والبالغة 5% في عام 2022 أما ما يتصل بأولوية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي فإنه جاري العمل على تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي كما استعرض معاليه ما تم تحقيقه على صعيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030 فيما يتعلق بالاستدامة وتعزيز التنافسية والعدالة بجهود فريق البحرين الواحد الذي حرص على تنفيذ توجيهات جلالة ملك البلاد المعظم وبمتابعة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لتعزيز تنافسية مملكة البحرين وتنمية قدراتها في مختلف المجالات حيث سجل اقتصاد مملكة البحرين منذ 2002 حتى 2022 نموا سنويا مركبا بنسبة 8% لتكون مملكة البحرين من بين أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة ما يؤكد قدرتها على مواصلة التقدم نحو البناء على ما تحقق من مجازات مالية واقتصادية كما نجحت مملكة البحرين في زيادة التنوع الاقتصادي حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 83% بعد أن كانت تبلغ 58% في عام 2002 وأكد ما عليها أن مملكة البحرين سجلت خلال الفترة من 2002 إلى 2023 مؤشرات إيجابية مرتفعة ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي حيث ارتفع عدد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين بنسبة 170% فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 675% وزادت أصول القطاع المصرفي بنسبة 222% كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 582% حتى الربع الثالث من العام 2023 وأوضح ما عليها أن الجهود مستمرة للبناء على ما تحقق من مشاريع تنموية كبرى في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة حيث تم في قطاع الطاقة تنشين محطة الدور 2 مشروع خط الأنابيب النفطي الجديد والعمل جار على توسعة مصفات شركة بابكو انيرجيز في حين تم على صعيد قطاع الصناعة تنشين مشروع خط الصهر السادس للتوسعة بشركة ألمونيوم البحرين ومنطقة التجارة الأمريكية المرحلة الأولى والعمل على تنشين منطقة الصناعات التحويلية للألمونيوم وفي قطاع الخدمات اللوجستية تم إنجاز مشروع توسعة مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان ومرفأ البحرين للغاز المسال في حين تم في قطاع السياحة إنشاء حلبة البحرين الدولية ومركز البحرين العالمي للمعارض وافتتاح عدد من المنشآت السياحية وحرصت مملكة البحرين على جعل المواطن الخيار الأفضل في سوق العمل حيث ارتفعت نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 59% منذ 2003 حتى 2023 كما زادت نسبة المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص إلى أكثر من 126% في ذات الفترة وفي الفترة من 2002 إلى 2023 زادت أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 119% كما حرصت الحكومة منذ إطلاق الرؤية على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية وفق اتفاقية مستوى الخدمة وإعادة هندسة أكثر من 650 خدمة حكومية إلى جانب تتشين النظام للسجلات الإلترونية السجلات والذي يمكن أصحاب الأعمال والمستثمرين من إدارة أعمالهم وإتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة وتتشين مشروع إصدار رخص البناء بنايات والذي يتم من خلاله إصدار رخص البناء كما تم إطلاق الدليل الموحد لاشتراطات رخص البناء وبدء العمل بمنصة تخطيط ضمن التوسع اللفي نظام بنايات ليشمل جملة من الخدمات التخطيطية كما تم إطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل بهدف تعزيز أداء الجهات الحكومية نحو تقديم خدمة ذات جودة عالية المستوى للجميع إلى جانب تتشين منصة بنك المعلومات العقارية عقاري والتي تهدف إلى إنشاء مصدر وطني مركزي موثوق للمعلومات العقارية وإطلاق تطبيق التاجر الذي يعد أدو أول تطبيق متكامل للأجهزة الذكية في مملكة البحرين ويتم من خلاله تقديم خدمات متعددة لعدة جهات لتسهيل كل ما يحتاجه التاجر ورجل الأعمال في منصة واحدة كما حرصت الحكومة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على تحديث منظومة القوانين والتشريعات بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة حيث تم إصدار 1885 قانونا وتشريعا إضافة إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وتعزيز المحاسبة والمسؤولية باعتبارهما من ثوابت مرتكزات العمل الحكومي إلى أجانب إطلاق العديد من المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات ومنها الإسكان والتعليم والصحة وتمكين الشباب وتعزيز تقدم المرأة ففي القطاع الصحي ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية إلى 3428 سريراً عام 2022 كما تم على صعيد ذاته تطوير البنية التحتية الصحية وإنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي ومستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية ومركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب وحقق قطاع التعليم وإنجازات بارزة حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين يتصل في عام 2024 إلى 291 مدرسة وبلغ عدد الطلبة 243 ألف طالب كما تم تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب وكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين إضافة إلى كلية البحرين للمعلمين أما على صعيد قطاع الإسكان فقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية منذ 2002 أكثر من 55 ألف مواطن وتم إنشاء العديد من المدن الإسكانية الجديدة كمدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة ومدينة خليفة إضافة إلى أطلاق عدد من المشاريع الإسكانية كمشروع الرملي ومشروع البحير ومشروع وادي السيل من جهته قدم السيد خالد إبراهيم أحميدان محافظ مصرف البحرين المركزي عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية عرضا شاملا صلط من خلاله الضوء على مستجدات الاقتصاد الوطني لعام 2023 حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 ما نسبته 2.1% وانما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما نسبته 3.2% مما يؤكد الدور المحوري للقطاع غير النفطي في مسيرة البحرين المستمرة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وأكد السيد خالد إحميدان أن عام 2023 كان استثنائيا على صعيد استقطاب الاستثمارات حيث استطاع المجلس استقطاب استثمارات محلية وعالمية تفوق مليار و734 مليون دولار أمريكي قادمة من 85 مشروعا استثماريا وهو ما من شأنه خلق أكثر من 5792 فرصة وظيفية خلال ثلاثة أعوام موضحا أن المشاريع الجديدة شكلت نسبة 69% من إجمالي المشاريع الاستثمارية المستقطبة في حين بلغت مشاريع التوسع الاستثمارية من نسبته 31% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر